لو عمرك اكثر من 40 سنة كان عندك مشاكل قبل كده في البروستات او حاليا في عندك مشكلة في البروستات وبتعالجها فالفيديو ده مهم جدا ان انت تسمعه من اوله لاخره عشان هكلمك على اهم عنصر بيتحكم في صحة البروستات العنصر ده موجود جوه البروستات مئة ضعف اللي موجود جوه الدم العنصر ده في اتنين مليار شخصة حوالين العالم يتنوعوا بين رجال وبين سيدات عندهم نقص في العنصر ده العنصر ده يعمل لنا مشكلة كبيرة جدا مع اخوانا النباتيين كالعادة فخلونا نتكلم على اهم عنصر البروستات محتاجا عشان تكون بصحة جيدة ونتجنب تضخم البروستات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات كابسولة صح احنا تكلمنا في الفيديو السابق وقلنا هي ايه البروستات وقلنا المشاكل اللي بتحصل فيها خلونا فكركم كده بسرعة ولو ما سمعتوش الفيديو ارجعوا سمعوه هيفيدكو كتير البروستات هي غدة موجودة تحت في منطقة الحوض وهي بتحيط بيه المجرى بتاع البول البروستات 70% من تكوينها بيكون الغدة نفسها و30% بيكون العضلات اذا حصل تضخم في البروستات فده بيمنع او بيقلل من الاخراج بتاع البول معنى صح بيعمل احتباس في البول عند الرجال وده طبعا بيعمل مشاكل كبيرة جدا تبدأ من القلم نفسه اثناء التبول التبول كل شوية حاسس ان انت عايز تروح الحمامة بتعرفش تفضل مسانة بشكل كويس وبالتالي بيبدأ يحصل التهابات جوه المسانة نفسها فده بيعمل قلق ومشاكل كبيرة جدا عند الرجالة فده التضخم في مشكلة تانية بتحصل عند بعض الرجال وهي سرطان البروستات ربنا يحفظنا جميعا واحنا قلنا ان هو سرطان علاجه سهل جدا لقدر الله اذا حصل بس احنا بقى مش عايزين نوصل للنقطة بتاعت ان هو اصلا يحصل بالبروستات وظيفتها ايه اصلا في الجسم البروستات هي المسؤولة عن افراز او ضخ السائل المنوي اثناء عملية القف عند الرجال طب ايه هو بقى العنصر اللي احنا عملنا عليه المقدمة الطاولة دي خلينا اقولك ان عنصر الزنك موجود جوه عضلة البروستات او جوه غدت البروستات دي مئة ضعف وجوده في الدم فمن هنا تفهم ايه ان العنصر ده مهم جدا لشغل البروستات اذا حصل فيه نقص يؤثر على اداء عضلة البروستات او على البروستات بصفة عامة طب ليه؟ قالك سيدي ان من اكتر الحاجات اللي العنصر ده بيعملها ان انت عندك هرمون التستسترون ده هرمون الذكورة الهرمون ده للأسف بيتحول عن طريق انزيم اسمه الخامسة الفا ريداكتاز يتحول لصورة مضرة جدا اسمها الدايهايدرو تستسترون بدون ما تهمني وبدون ما دخلك في مصطلحات تتوهك المهم ان التستسترون بيتحول لصورة سيئة من صوره طيب اللي بيعمله بقى الزنك في الحالة دي ايه؟ ان هو بيجي يوقف شغل الانزيم اللي بيحول التستسترون للصورة الوحشة بتاعته طيب الانزيم ده اللي هو الالفا ريداكتاز طب ايه المشكلة اللي بتحصل لو تحول التستسترون للصورة السيئة من التستسترون اللي اسمها الدايهايدرو تستسترون طيب اللي بيحصل هنا ان الدايهايدرو ده هو المسؤول الاول عن تضخم البروستات طب عشان يدلله على الموضوع ده قالك تعالى نعمل دراسة هات الناس اللي عندها البروستات سليمة وهات الناس اللي عندها مشكلة في البروستات او مشكلة التضخم وتعالوا نقيس مستوى الزنك فيه لما جم قاسوا مستوى الزنك في الغدة السليمة قالك ان هي 744 ميكرو جرام لما جابوا الشخص اللي عنده تضخم قالك ان هم لقوه تحت 486 ميكرو جرام جابوا الشخص اللي عنده سرطان في البروستات لقوه تحت 274 ميكرو جرام طب ده يدل على ايه يدل على ارتباط وثيق ما بين نقص الزنك والمشاكل اللي بتحصل فيه البروستات بدءا من التضخم وحتى ربنا يحفظنا جميعا السرطان يبقى كده فهمنا مع بعض اهمية الزنك بالنسبة للبروستات طيب السبب اصلا اللي يخلي الزنك ينقص فيه الجسم اول حاجة لازم نعرف ان مصادر الزنك بيجي من البحريات ونقول بمعنى اصح يعني اللي هي المحار بيجي كمان بقى المصدر اللي بعده اللحوم الحمرة وهنا بيحصل خلط كبير بين الناس لما نيجي نتكلم عن اللحوم الحمرة يقولك يا عمي ده بيجيب كوليسترول وبيجيب مشاكل انت كده خلطت الدنيا على بعضها وكده الدنيا معك مش مزبوطة شوف يا سيدي اللحوم اللي بيجيب مشاكل اللحوم المصنعة بمعنى اللي هي معادة تصنعها سواء بقى اللي معمولة على شكل بورجر انت بتروح تشتري معلب سواء اللي معمولة على شكل لانشون الكلام ده كل انما لو انت بتاكل لحوم حمرة جاية من مصادر الحيوانات كانت بتتغزى على اعشاب فانت ما عندكش مشكلة طالما بتاكلها بالمعدل الطبيعي يبقى الناس اللي ما بتاكلش لحوم حمرة او ما بتاكلش بحريات اكيد 100% عندها نقص في الزنك وخلينا اقولك ان في 2 مليار شخص حوالين العالم يتنوعوا ما بين رجال وسيدات عندهم نقص في الزنك سبب تاني لنقص الزنك في الجسم ان حمض المعدة بيقل في الجسم طب حمض المعدة يقل في الجسم امتى لو انت اصلا عمرك فوق الخمسين سنة حمض المعدة بيقل الواحده بشكل تلقائي او لو انت بتستخدم ادوية الحموضة والادوية اللي هي مثلا زي النيكسيوم والبنتوزول والبنتلوك والحاجات دي كلها بتقلل من حمض المعدة عشان جدا احنا مننصح اغلب الناس استخدم خل التفاح حطه على الصلطة بتاعتك لان خل التفاح اللي احنا بنسميها بيتامينات بتجرب في الماء فده من الحاجات الكويسة بس تأكد ان انت ما عندكش مشكلة تمنع استخدام خل التفاح زي التهابات زي حموضة زي كلام منه الحاجة التانية استخدام مدرات البول زي اللازكس وزي مثلا حاجة زي المونوزايد والحاجات دي حاجات دي بتساعد ان هي بتطرد جزء من الزينك عن طريق البول فده طبعا لو انت بتستخدم اي حاجة من ادوية مدرات البول سواء انت كنت مريض ضغط او حتى بتستخدمها لقدر الله عشان عندك مشكلة في القلب فتأكد ان انت هيحصل عندك نقص في الزينك وهتحتاج ان انت تاخد زينك اكتر من ما كنت بتاخده من الاكتر كمان قال لك الناس اللي بتستخدم ادوية الكوليسترول اللي هي ادوية الستاتينز برضو بيحصل معاهم نقص في الزينك طب لو هناخد زينك من برا على شكل حبوب بالنسبة للرجالة جرعة الزينك بتكون قد ايه قال لك يا سيدي ان من 19 سنة وفوق بيحتاج في اليوم 11 ميلي جرام من الزينك طيب اقصى جرعة للزينك تستخدمها يوميا هي 40 ميلي جرام يعني خلونا انواسطا الموضوع ممكن تاخد لحد 30 ميلي جرام 25 ميلي جرام ما عندكش اي مشكلة من الزينك خصوصا لو انت اي حالة من الحالات اللي قلنا عليها او عندك مشكلة في البرستات او عديت عمري 50 سنة او بتستخدم ادوية بتاعت الحموضة او بتستخدم مدرات بول ممكن تزود من جرعة الزينك واخيرا حاول لما تستخدم الزينك ما تستخدموش في نفس الوقت مع الكالسيوم لان الاتنين بيأثروا على امتصاص بعض والحد هنا وصلنا نهاية الحلقة بتاعت النهاردة اتمنى تكونوا استفدتوا بيها كما اتمنى ان انتوا تشاركوها مع اي حد تاني ممكن يستفيد بيها اشتركوا في القناة فعلوا زر القرص لكل الفيديوهات كمان تابعونا على صفحات التواصل فيسبوك انستجرام تويتر شكرا واشوفكم ان شاء الله الحلقات اللي جاية على خير سلام عليكم اشتركوا في القناة